عشان يبقى فيه حد على مدار 4-5 سنين بيتجاوز حقك وفي اهلك وناسك ووطنيتك وكل حاجة وبعدين اما شوفك اسلم عليك لا انا لو اخر ينفق عمري يعني موضوع منتهي يعني خالص شاهد تصريحات سيد عبدالحفيظ بعد ايقافي كهرباء بعد مباراة السموح ابو الوطاليق من محمود عبدالمنعم كهرباء بعد ايقافي بعد مباراة السموح السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطوا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس شاهد تصريحات سيد عبدالحفيظ بعد ايقافي كهرباء بعد مباراة السموح اكد محمد عثمان محمد ناد الاهلي انه لا يعلم مصدر خبر توقيع عقوباتي على كهرباء او على الناد الاهلي مشيرا الى انه لم يتم اختر الاهلي باي عقوبات وقال محمد عثمان عبر فضائية الحادث اليوم ان هذا القرار الذي تم تسريبه هو اول قرار تصدره لجنة الانضباط بالتحاد الكرة وليس هناك ما يمنع من ان اللجنة تصدر القرار وتنشره باي صورة وتابع محمد ناد الاهلي انه بدون اختار لا يوجد اي قرار طالما لم يتم بلاغ الناد الاهلي او اي لعب واشار محمد عثمان الانه في كل الاحوال الناد الاهلي لن يتخلى عن كهرباء ومجلس الادارة في القريب العاجل سيتمكن من حل ازمة لعب وبحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصر للكرة القدم برئاسة المستشار عزة خميس وعضوية المستشاريين محمد شرين فهمية وعيصان فريدة ويهاب عثمان